كيف أعرف رضى الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان أن الله عز وجل قد رضي عنه إذا رضيه عن ربه فامتثل الأمر واشتنب النهي ووقف عند الحد اعلم بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك إن رضيت أنت عن ربك أنا ممكن أرضى عن ربي يا مولان أيوة سيدي أيوة ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله رضي بالله ربا فلابد أن ترضى بالله ربا لابد أن ترضى بالله إلها خالقا رازقا مدبرا لابد أن ترضى بالله وحينئذ إن رضيت بالله تبارك وتعالى امتثلت الأمر اجتنبت النهي وقفت عند الحد فيرضى الله سبحانه وتعالى عنك إذ لا يرضى الله عز وجل إلا على من رضي عنه وأطاعه واتقاه واجتنب الشرك وتوقاه قال الله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أولى المسلمين وقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الآية الأخرى أن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإن رضيت بالله فامتثلت الأمر واجتنبت النهي وقفت عند الحدود وكنت حيث أمرك ولم تكن حيث نهاك حينئذ يرضى الله عنك وترضى وتعلم أنت برضى الله عز وجل إن كنت على طاعته تعلم أنت رضى الله عنك إن كنت على طاعته تعلم حب الله لك إن كنت على طاعته إن كنت في مرضيه سبحانه وتعالى ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن كنت موظبا على الفروض وعلى النوافل وعلى الطاعة وتنتقل من طاعة إلى طاعة ومن خير إلى خير فأعلم بأنها علامة رضى الله عنك نعم فأهل الرضى عزوا على الله فقربهم وأهل المعصية هانوا على الله فأبعدهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضى عنه وأن يرضى عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر